لم يعقد مجلس النواب الاثنين جلسته المقررة للتصويت على حكومة الوفاق حيث أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور أن الفريق المعارضة لحكومة الوفاق ساحب ورقة الحضور واعتد عليه عندما حاول تهديئة الجدال بين الفريقين المؤيد والمعارض لعقد الجلسة وقال بالكور أن رئيس مجلس النواب عقيل صالح لم يحضر الجلسة متاهما الأخير بتحريض الفريق الرافض على إثارة الفوضى داخل قبة المجلس لمنع التصويت على حكومة الوفاق من جهته يضاف عضو مجلس النواب مصطفى بوشاقور أن البرلمان لم يتمكن من عقد جلسته على الرغم من أن عدد الحاضرين تجاوز المئة والخمسين وهو ما أكده النائب محمد الرعيض الذي قال أن النواب كانوا في انتظار حضور رئاسة المجلس غير أن عقيل صالح الذي كان مجتمعا مع مارتين كوبلر في تبرق تأخر على حضور الجلسة من جهة أخرى وبعد تأجيل انعقاد مجلس النواب دعا عضو المجلس جاب الله الشباني لجنة الحوار السياسي للاجتماع من أجل النظري في المدة الثامنة بالاتفاق السياسي والمتعلقة بالمناصب العسكرية العليا إذا ما أراد الليبيون اتفاقا حقيقيا حسب وصفه يشار إلى أن النائب في مجلس النواب علي التكالي أكد في وقت سابق أنه كان من المزمع أن يصوت النواب على منح ثقة وتعديل الإعلان الدستوري في آن واحد على أن تكون الآلية المتبعة للتصويت بوجود صندوقين أحدهما لمنح ثقة والآخر لإعلان التعديل الدستوري حيث يقوم كل نائب تصويت في نفس الوقت بوضع ورقة في كل صندوق تأجيل جديد لجلسة طال انتظارها وحث على نعقادها المجتمع الدولي مرارا يراوح إذن الجدل السياسي بخصوص الاتفاق مكانه على أمل أن تحدث في الساعات القادمة خطوات نجابية في مصاري الوفاق الوطني ترجمة نانسي قنقر